هل تحتاج الكنيسة إلى التقليد الكنسي الموروس من الآباء؟ أم أن الكنيسة تحتاج إلى التنظيم الكنسي؟ وما الفرق بين التنظيم الكنسي والتقليد الكنسي؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم، فابقوا معنا أهلا وسهلا بك أحبائي المشاهدين والمشاهدات القرام وحلقة جديدة من برنامجكم تكلم يا رب النهاردة هنكمل موضوعنا عن التقليد الكنسي وسؤال ملح بيدور في أذهان الكثيرين وإحنا في الألفية الثالثة الآن هل ما زالت الكنيسة تحتاج إلى التقاليد الكنسية؟ ولا الكنيسة محتاجة التنظيم الكنسي؟ أحيانا كتير نحن نتلغبط بين المصطلحين بين التقليد الكنسي وبين التنظيم الكنسي في البداية ربنا بيقول أن لازم كنيسة تبقى منظمة بالتأكيد ولكن لا يمكن أن تكون كنيسة وكنيسة تقليدية إزاي؟ أو إيه الفرق؟ الكنيسة المنظمة ده أمر كتابي فنقرأ مثلا في الكتاب المقدس مع بعض في كرونسوس الأولى 14 وعدد 40 الرسول بولس بيقول وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب كنيسة لازم تكون مكان اللياقة مكان الترتيب مكان النظام مكان اللي بيظهر في حضور الله والله إله ترتيب ونظام وليس إله تشويش فالكنيسة تحتاج إلى النظام؟ طبعا الكنيسة أي كنيسة تحتاج إلى النظام تحتاج إلى الترتيب تحتاج أن يكون كل شيء ماشي بحسب مشيئة ربنا النظام الكنيسي أمر لا غنى عنه والرسول بولس كان بيكلم أيضا تلميزه تيتوس في رسالته إلى تيتوس 1-5 فبيقول له هذه الآيات أو هذه الآية بيقول له من أجل هذا طرقتك في كرييت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أو سيطق أنا هسيبك هناك فكريت ليه؟ عشان تكمل الأمور الناقصة في تنظيمات معينة في هذه المدينة الكنيسة هناك محتاجة تنظيم محتاجة ترتيب محتاجة هيكلة فإنت اعمل هناك ده يا تيتوس ده عملك أن أنت مش بس تقود الكنيسة أنك كمان تساعد فيه التنظيم الكنسي التنظيم الكنسي لا يشمل إضافة عبادات ولا يشمل إضافة عقائد ولا يشمل أن الإنسان يفقر يخترع شيء كتابه المقدس ما قالش عنه لكن التنظيم الكنسي هو إداريات الكنسية أو بمعنى أصح إزاي أن أنا مش بس الإداريات اللي هي متعارفة عليها الماديات وخلافه ولكن أيضا حطر أموره الروحية اللي ذكرها الكتاب المقدس إزاي تكون بطريقة لائقة بحسب المجتمع اللي هي فيه فمثلا إحنا محتاجين التنظيم الكنسي في حاجات كتيرة جدا جدا إحنا محتاجين التنظيم الكنسي في موعد الاجتماعات بتفترق الموعيد دي من المدن للقرى القرى لها موعد المدن لها موعد تانية طول الاجتماع نفسه الكنيسة اللي بتحددها هل يبقى صير ولا طويل يعني مثلا إحنا في البلاد الغربية مثلا بيحبوا مقلة ودل الاجتماعات تبقى صيرها روح في أفريقيا إلى عكس إن ما كانتش الوعزة ساعة ونص ما يعتبروهاش وعزة لكن في أمريكا مثلا وأوروبا عايزين الوعزة 15-20 دقيقة ودمتم طيب مين اللي يحدد إنه فيهم اللي صح وإنه فيهم اللي غلط ده صح وده صح ده تنظيم كنسي كنيسة اللي بتحب المختصر أمين الكنيسة اللي بتحب الطوال أمين عدد الترانيم كم مرة هنصلي في الاجتماع كل الأشياء دي ده تنظيم للعبادة اللي موجودة أساسا فيه الكتاب المقدس وإيه تاني بنلاقي كمان إن كم مرة بنجتمع في الأسبوع والحاجات الإدارية اللي هي الماديات بتاع الكنيسة المصرفات والدخل للكنيسة بيدخل قد إيه بنصرف قد إيه ونصرفه أزاي كل هذه الترتيبات هي تنظيمات كنسية إيه الفرق بينها وبين التقليد التنظيم الكنسي متغير من مكان ل مكان زي ما قلنا القرى غير المدن الأماكن الغنية غير الأماكن الفقيرة بلاد العالم الثالث غير بلاد العالم الأول كل ما كان بيختار ظروفه المعينة اللي تناسب عبادته وإليه بيشعر بيها بحضور ربنا وإلي بتناسب أيضا ظروفه الإجتماعية اللي هو فيها ده التنظيم الكنسي هو موجود ولكنه متغير غير ثابت بتشيل بعض الحاجات تحط حاجات تانية بتشيل حاجات وتحط حاجات تانية دي كلها أشياء ممكن أنها تتطور في الطريقة نفسها اللي أنت بتعبد بيها ربنا فالتنظيم الكنسي التنظيم الكنسي ده ضروري جدا 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 لأجل كنيسة وجسد المسيح أما التقليد هو عكس التنظيم التقليد إذا كان التنظيم بيتأقلم مع الحضرات بيتأقلم مع الثقافات بيراعي البعد الاجتماعي لكن التقليد هو هو سابت من مئات السنين وهو كما هو مش متغير لو روحت مصر تلاقيه هو لبنان تلاقيه هو أمريكا تلاقيه هو استراليا تلاقيه هو فرمة واحدة ليه؟ تقليد تقليد ما تقدرش تلعب فيه ممكن تزود عليه شوية ولكن ما تقدرش تشيل منه حاجة ما تقدرش تتغير ممكن السؤال ييجي هل التقليد بناء بيبني حياة الأفراد؟ هل التقليد بيساعد الناس أنها تنمو روحيا مع ربنا؟ هل التقليد بيساعد وبيتماشى مع روح العصر اللي إحنا فيه؟ هل بيتماشى مع فكر الشباب؟ هل لما يكون فيه عبادة باللغات لا نفهمها؟ هل ده مفيد روحيا للناس اللي بتسمعه واللي بتعبد الله به؟ هل كون أن ده كان مناسب للآباء من مئات السنين؟ معناها أنه مناسب لي الآن؟ هل معناها أن أنا أتبع نفس الأسلوب ألبس نفس اللبس اللي كانوا بيلبسوه؟ أقول نفس الكلمات اللي كانوا بيرددوها؟ حتى وإن كانوا ناس كدسين حتى وإن كانوا ناس مؤمنين أنا ما بشككش في حاجة زي كده الله أعلم ولكن ولكن الأسلوب اللي كانوا بيتبعوه في وقتهم كان بنموهم روحيا هل لازم أن أنا أتبعه الآن؟ ولا يكون عندي نمو روحي؟ وأن أنا يكون عندي مجاراة للفكر السائد في العصر بتاعي بحيث أن الرسالة تكون سهلة وتكون مقبولة للمجتمع اللي أنا موجود فيه؟ التقليد بيقولك لا أنت ما تقدرش تغير أنت ما تقدرش تغير اللي خدناه من الأباء لازم يتعامل دلوقتي لازم يتعامل دلوقتي فهو تقليد جامد لا يتغير وهنا نحن بنلاحظ شيء أن كل فترات العبادة أو أجزاء العبادة لها هدف واحد نحن بنعبد ربنا ليه؟ نحن بنعبد ربنا ليه؟ ليه بنصلي؟ ليه بنرنم؟ ليه بنسمع وعظة؟ ليه بيبقى عندنا اجتماعات؟ ليه بيبقى عندنا عشاء رباني؟ كل هذه الأشياء بنعملها ليه؟ بنعملها ليه؟ هل لم يجرد فرض علينا؟ لا ولكن فيه هدف جميل جدا اسمه النمو الروحي كل الحاجات دي بتتعامل عشان نمونا الروحي فهل التقليد بيخلينا ننمو روحيا؟ خلينا ننمو نروحيا؟ لازم نسأل نفسنا السؤال ده هل في نمو ولا حفاظنا على المورثات القديمة أهم من النمو الروحي؟ إذا فيه نمو روحي يعمله؟ ولكن إذا ما فيش؟ ده بالعكس فيه ارتداد فيه فجوة بين الدين وبين الحياة فيه فجوة كبيرة جدا 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 ليه؟ لأن في أحيان كتير بنقول للناس ونفرد على الناس أسلوب هما مش فاهمينه ليه؟ لأنه لا يناسب عصرهم لا يناسب طريقة تفكرهم لا يناسب العصر اللي احنا فيه والانفتاح الفكر اللي احنا فيه لأجل ذلك عايزين نراجع مرة تانية ونشوف هل الكتاب المقدس بيوافق على كل الحاجات التقليدية اللي تحطت؟ هل بيوافق؟ هل مصدرها الكتاب المقدس؟ ولا مصدرها حتة تانية؟ وإذا مش مصدرها الكتاب المقدس ليه دخلت على العبادة؟ بأي سلطة؟ هل احنا بنعدل على ربنا؟ هل احنا بنقول لربنا ماذا ينبغي أن يفعل؟ وما لا ينبغي أن يفعل؟ كبشر؟ ولا ربنا هو اللي بيقول لنا ماذا ينبغي أن نفعل؟ نيجي للحاجة التالية أو الأخيرة عايزين نعرف الكنيسة محتاجة إيه؟ جاوب سؤالنا هل احنا محتاجين للتقاليد؟ هل المسيحيين اللي عندهم الكتاب المقدس محتاجين للتقاليد الكنسي؟ زي ما قلنا نحن نحتاج للنظام الكنسي يكون فيه نظام ما يكونش فيه هرجلة ما يكونش فيه تشويش يكون فيه هدوء يكون فيه سلام يكون فيه ترتيب ما أجمل الكنيسة اللي فيها ترتيب ونظام ولكن لا نحتاج للتقاليدات البشرية اللي أضافت كتير من العدات الغطأ والأشياء التي لا صلة لها بالكتاب المقدس وفي الحقيقة البعض منها جه من مصادر وسانية في الحقيقة البعض منها جه من مصادر وسانية القداس جه منين؟ فيش حاجة في الكتاب المقدس اسمها قداس لكن ده كان من العبادات الوسانية اللي كانت منتشرة وما زالت البعض منها في الشرق الأدنى والشرق الأقصى وأيضا الشرق الأوسط عندنا في منطقتنا هل تكون ان احنا ننظر للشرق دي حاجة في الكتاب المقدس؟ هنتكلم فيها فيما بعد؟ لا دي من عبادات وسانية العبادة للشمس تقديس يوم الأحد هل كتابي؟ ولا ليه جزور تانية؟ كل هذه الأشياء لازم نفحص ونعرف مصدرها ونعرف جزورها لأن اللي همنا مش ان احنا نعمل عبادة جافة ولكن اللي همنا ان احنا نتقرب للرب يسوع ان يكون في عبادة حية تغير نفسنا عبادة تقربنا للرب بتقربنا للسماء تقربنا وتقول يا ربي ساعدنا دايما ان احنا عبادتنا تكون سبب فرح لنا وسلام سبب نموه روحي كل يوم نتطور عن اللي قابله ساعدني يا ربي ان احنا نمشي في الطريق اللي احنا ننصق انه ده طريقك انت مش طريق الناس مش طريق العالم مش فرض علينا واحنا مش عارفين ايه سبب الفرض مش لانه كان كويس لواحد غيري يبقى كويس ليه لا يا ربي ساعدني ان انا افهم دي ما شقتك ولا لا واخيرا عايز اذكركم احباقي بحاجة مهمة جدا ان كل شيء بنعمله بنمرسه في الكنيسة في حياتنا لازم يغضع لسلطان كلمة الرب ليه شوفوا المزمور الجميل بيختم بالاية دي او نختم بيها وبيقول في المزمور الجميل مزمور 19 نموس الرب كامل يرد النفس نموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما سلام يا ربي يبقى نموسك كامل يرد النفس الضالة البعيدة التيهة عنك نموسك كلمتك يا رب هي اللي بترجعنا تاني لحضنك بترجعنا تاني لبيتك بترجعنا تاني للفردوس والسمى اللي احنا تحرمنا منها صلاة يا حباي ان احنا دايما نسلم لرب حياتنا ونقول له يا رب تكلم لانها بدك سامع وساعدني ان انا اسمع صوتك من كلمتك كلمتك لوحدة امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة